هذا الصواب هذا صباح الصوابين ليلة ساخنة شهدتها عدد من مدن جنوب العراق بعد محاصرة أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقرات ومصالح تجارية ومنازل تابعة لقيادات في صفوف تياره قرر طردهم بسبب اتهامهم بالفساد وشهدت مدن النجف وكربلاء وبابل وواسط والبصرة تظاهرات حاشدة قرب منازل المطرودين ومكاتبهم ومصالح تجارية تابعة لهم أسفرت عن حرق مجمعات تجارية وكارلات سيارات غير أن الأعنف كانت في النجف حيث أسفرت عن مقتل أربعة من أنصار الصدر وجرح تسعة عشر آخرين خلال اقتحام موالي تجاريين يعود للقيادي المفصول من التيار الصدري جواد القرعاوي وذلك بعد سقوط جريحين في محافظة وسط المجاورة بأعمال عنث مماثلة وتعود الأزمة إلى بيان وصف بالمفاجئ من الصدر أعلن فيه عن تشكيل لجنة لجمع معلومات عن الصدريين العاملين بمشاريع تجارية حكومية قبل أن يعلن لاحقا في بيان آخر عن فصل عدد كبير من قياداته ومعاونيه من بينهم معاونه الأمني المقرب كاظم العساوي والنائب السابق في البرلمان عدي العوادي والقيادي جواد القرعاوي وأسماء أخرى بارزة بتهمة استغلال التيار كغطاء للفساد توقيت بدى مستغربا مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران لا سيما وأن الصدر عرف عنه تقلب المواقف والبراغماتية التي تتغطى بغطاء شعبوي فقد سبق له أن رفع شعار مكافحة الفساد الحكومي دون أن يلتفت إلى الملفات الكثيرة التي يتهم بها مساعدوه فما السر وراء الحملة الجديدة؟ وإن عادوا عدنا هكذا يقول الصدر بعد إيقاف مهاجمة مصالح القيادين المفصولين بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتشكيله فرقا عسكرية متخصصة لمحاسبة من يراهم فاسدين بعيدا عن السلطات الحكومية في تكريس فاضح جديد لملشنة الدولة وفي نفس الوقت تدين الهيئة السياسية التابعة للتيار الصدري استخدام القوة ضد المتظاهرين وتعتبره انتهاكا للدستور والقانون في حلقة جديدة من حلقات التنقض التي يجيدها التيار منذ سنوات وفيما شرع المستهدفون بتعزيز الحراسة حول منازلهم أو اللجوء إلى قوى سياسية أخرى يخيم الهدوء المطبق على مؤسسات الدولة السياسية والأمنية بعد أن أجادت لعب دور المتفرج على ما جرى ويبدو أنها عاجزة عن أي ردة فعل تجاه ما قد يحدث مستقبلا